تابعونا لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المسجدات الموعد الدرب المغاربي غداً ضد مضيف وفاق استيفة لحساب ثاني جولات دور المجموعات من دور الأبطالة الفريق الأخضر حتى الرحال أمس بالجزائر في ظل الأجواء المشحونة التي يعيشها والضغط الجماهيري المطالب برحيل المدرب البلجيكي مارك فيلموتس الذي قد يخوض آخر لقاء له غداً ضد الفريق الجزائرية الرجو حامل لقب النسخة الماضية يرى في لقاء استيف فرصة لسعادة الثقة بعد التعادل المخيب محلياً لد أولمبيك خريبغا بهدفين في كل شبكة وستفتقد المجموعة الرجوية لخدمات كل من حميد حداد وأنس زنيتي وعبد الإله مذكور للإصابة عن استعدادات الرجاء لهذه المواجهة نستمع لحارس المرمى مروان فخر نحن سنرى المواجهة والمواجهة لخصم اللي خلنا أننا نركزوا عليها باش نكونوا في المستوى إن شاء الله بإذن الله المباراة ما تكونش سهلة سيفرية لو كوتش جل يكون أماتش برسك أماتش نية على الإكستريور نيفا فقا دميسي لنا بوسكو ماكينش جمهور نتمنوا أننا نكونوا بكل تركيز دينا أمام الفارق اللي ماشي سهل والحمد لله لدينا مجموعة في المستوى الكبير سوف نتعاون ونقدم كل ما في جهدنا لكي نقدم صورة طيبة على فريق راجع البيض مباراة الرجاء ووفاق ستيف ستجرى بملعب خمسة جويليا بين دون حضور الجمهور وكان الرجاء قد فاز في الجولة الأولى بهدف دون رد على دفئة مازولو من جنوب إفريقيا موفاق ستيف حقق أول آخر فوزا ثمينا بالنتيجة عينها خارج ديار على حساب حرية كوناكر الغنين ما يعني أن الصراع سيكون على افتكاك الصدارة نذكر أن ممثل المغرب الآخر في هذه المنافسة الوداد البيضوي سيلعب يوم السبت خارج الدار ضد بيترو أتليتيكو الأنجولي لحساب الجولة ذاتها في المغرب يدخل المنتخب الوطني لكرة القدم النسوي في معسكر التدريبي بدولة مالطا وذلك إلى غاية الثانية والعشرين من فبراير الجاري المعسكر التدريبي يدخل في إطار استعدادات النخبة النسوية المغربية للاستحقاقات المقبلة في مقدمتها بطولة أمم إفريقيا التي ستحتضنها المملكة المغربية شهر يوليوز المقبل ووضحت الجامعة أن هذا الدور يشكل فرصة مواتية للمنتخب الوطني المغربي النسوي للإعداد لكاسين أمم الإفريقية وأيضا السماح للمدرب رينالد بيدروس بوضع جميع اللمسات على المجموعة المجموعة التي تعرف سيطرة كبيرة للعبات الجيش الملكي وستجري إذن المنتخب الوطني النسوي مبارتين وديتين أمام كل من منتخبي مالطا ومولدوفيا مستهل جولتنا الأوروبية لحظة بمنافتات ذهاب دور خروج المغلوب لمسابقة الدور الأوروبي اليوروباليغ حيث تتواصل في هذه الأثناء مباراة برشلونة وضيفه نابولي بملعب الكامب نوع النتيجة المسجلة إلى حدود الدقيقة الرابعة وثلاثين تقدم الفريق الإيطالي بهدف زلتسينكي في الدقيقة التاسعة والعشرين للإشارة تشافي قرر الاعتماد لأول مرة على الوافد الجديد الجابوني بيير إمريك أوبما يون كمهاجم أساسي في انتظار إذن انتهى هذه المباراة التي دخلت الدقيقة الرابعة والثلاثين في بقى أبرز المباراة دورتموند متعادلة في هذه الأثناء أمام رونجرز السكوتلاندي وشريف المولدوفي متعادل سلبان أمام براجل بورتغالي وفي مباراة مثيرة دقيقة الخامسة والثلاثين أربعة هدف حاضرة في مباراة زينيت سان بيترسبورغ الروسي وريال بيتيس الإسبانية نتيجة تشير إلى هدفين في كل شبكة في التاسعة مساء يود إشبيلي الإسباني بحضور الدوليين المغاربة بونو وانصيري والحدد العودة إلى الوجه الأوروبي بتتويج جديد بحكم أن الفريق الأندلوسي متخصص في هذه المسابقة بإذن المهم لن تكون هينة أمام ديناموزا غريبا الكرواتية ضيف الفريق الإسباني الذي يسعى والآخر لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإيابة إذن كما قلنا هذه المباراة تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء باقي أبرز المباراة القوية دائما في نفس التوقيت بورتو يستقبل لاتسيو الإيطالية في إسبانيا استعاد دييغو سيميوني مدرب تيتكو مادريد المهاجم أنتوان غريزمان الذي تعاف بعد الشهر وعشرة أيام من الغياب لإصابة عضلية منذ السادس من يانير الماضي وذلك قبل مواجهة أصصون يوم السبت المقبل في دور الإسبانية وغاب غريزمان عن سبع مباراة للرخي بلانكوس وقبل أن تعود الإصابة في السادس من يانير كان غريزمان قد غاب عن ثلاث لقاءات لفريقها واتوال فترة الإصابة الأولى والانتكاسة التي تعرض لها شرك اللاعب الفرنسي في مباراة واحدة خلال آخر 11 مباراة لفريقها نغير إذن الوجهة صوب عوالم الكرة السفراء حيث غادرت تونسية أنس جابر اليوم بطولة دبي المفتوحة للتنس بعد هزيمتها في ربع النهائي من الرومانية سيمونالي بمجموعتين نظيفتين وبذلك تأهلت أليب لنصف النهائي لمواجهة اللاتفية إلينا أوستيبينكو التي هزمت تشيكية بيتراك فيتوفا بمجموعتين لمجموعة واحدة دائما مع أخبار الكرة السفراء حيث تقرر أن يقام دور مجموعة كاس ديفيز لتنس خلال شهر شتنبر المقبل في أربع مدن بينما ستلعب النهايات في نومبر في مدينة سيتم تحديدها في وقت لاح لاحق وتستضيف روسيا وكرواتيا وسربيا وبريطانيا منافسات دور المجموعات بين 14 و18 شتنبر أما دور النهائية ربع وربع ونصف النهائي والنهاية فستقام بين 23 و27 من نومبر في مكان سيتم تحديده في وقت لاحق وستتضح المقاعد البالغة 12 مقعد لدور المجموعات بين 4 و5 مارس المقبل بعد المستمعين الكرام نكون قد بلغنا آخر محطات عدد اليوم من مساء الرياضة نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة فاصل قصير بعده تواصلون باقي فقرات الحسن